اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين النهاردة هنتكلم عن توقعات مهمة جدا وخطيرة تخص سيدة التوقعات ليلة عبداللطيف بالموجه لها كل التحية هنتكلم النهاردة عن تلك التوقعات اللي ممكن نشوفها خلال سنة 22 لهذه الدول قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم بكل جديد اه طيب احنا مصدر التوقعات كانت ايلها مع رجا نصر الدين في توقعات مهمة جدا وخطيرة على قناتها الرسمية على اليوتيوب علشان نكون موضحين المصدر الدولة هنتكلم عنها النهاردة هي ايران وكتير جدا من الناس بتكلموا هل هيحصل حرب بين ايران واسرائيل 22 ده هنجاوب عليه من خلال التوقعات قالت في توقع انا قلته لست قزي ما قلتهوش في ليلة رأس السنة مع نشان وتحقق بالفعل وهو حدوث زلزال ضرب بعض الدول ايضا بقول ان في زلزال قوي هيدرب بشكل متكرر عدة مناطق ايرانية وارى الحكومة الايرانية بتطلب المساعدات العاجلة من بعض الدول بالعالم والجيش الايراني بيساهم في الانقاذ والمساعدة ومعه جنبا الى جنب الشعب الايراني ومن جميع المناطق لتقديم كل ما يلزم لتخفيف صورة المشهد والمعاناة المصابين وكمان بتقول ان في دول عربية هتساعد ايران في هذا الحدث ايضا اتكلمت ليلة عبداللطيف ان سيشهد العالم رحيل شخصية ايرانية بارزة بمعنى ان كلمة انها تقول العالم يعني شخصية مؤثرة مش بس في ايران ولكن في العالم ككل المهمة سنشهد رحيله وسنرى الشعب الايراني او الشارع الايراني يمتلق او يملق الشوارع بالحشود في مسيرة ودعية حاشدة وراء نعش هذه الشخصية الراحلة وربما سنرى اعلان حداد عام بسبب رحيل هذه الشخصية الكبيرة وقالت كمان ليلة عبداللطيف ان ستشهد ايران زيارات متبادلة بينها وبين دولة الامارات ودولة قطر وذلك بسبب احداث عربية طريقة وبتكون هذه الزيارات بداية حاسمة جديدة تفتح الابواب على كل دول الخليج وخصوصا السعودية بالنسبة للحرب الايرانية الاسرائيلية في 22 وتوقعات ليلة عبداللطيف قالت سنشهد في المراحل القادمة توتر ايراني اسرائيلي يظهر بقوة الى الوجهة الاعلامية ويوتر الاجواء العربية والدولية ويثير القلق لفترة شايفين المشهد عامل ازاي؟ وستكون الاجواء البحرية في قلب هذا الحدث لذلك سنراف من الجو خاصة عند اطلاق الصواريخ تجاه هدف معين يا طرح اسرائيل هي اللي هتضرب ولا ايران هي اللي هتضرب اسرائيل محدش عارف التوتر ده هيوصل لغاية فين وخصوصا القلق والتوتر مالي الدول العربية لان كده كده احنا في وسط الموضوع اما عن قطر وقالت ليلة عبداللطيف في 22 التقارب الدبلوماسي بين قطر ومصر اراء يبرز من جديد الوجهة في 23 والسنوات القادمة وقد نرى الرئيس السيسي يزور قطر وسنرى الامير الشيخ تميم يزور القاهرة بشكل مفاجئ والمصالحة القطرية المصرية قاتية لمحالة مش مجرد بس كلام على ورق ولكن هنشوف حاجات على ارض الواقع بتدل على تلك المصالحة كمان قالت ليلة عبدالطيف دولة قطر ستلعب خلال سنوات 22 و 23 أكبر أدوارها السياسية والاقتصادية بالمنطقة العربية وخصوصا في سوريا ولبنان ولبيا أما عن دولة الامارات اتكلمت عنها كتير جدا وتوقع التوقعات مهمة وقالت سوف تتخذ الامارات إجراءات مشددة وغير مسبوقة من الوقاية الشعبية وفي الإدارات والأماكن العامة ضد انتشار متحور أوميكرون مما سيجعل الإمارات تتجنب بشكل كبير وواسع هذا الوباء على أرض الإمارات وبتنجح في هذه الوقاية الكاملة ولا أرى خطر حقيقي من هذا الوباء ولا أرى إغلاق للمرافق العام بالإمارات كمان قالت سنرى زيارات ووفود دبلوماسية متبدلة بين مصر والإمارات من جراء حدث عربي بارز وسوف نرى من خلال هذه الزيارات تعاون مصري إماراتي مشترك بيصب في مصلحة خنة الاقتصاد والاستثمار بين البلدين وقالت كمان لا أستبعد أن نرى الرئيس السيسي في قلب الإمارات وتكون قطر في قلب الحدث والإمارات في وجهة هذا الحدث الإيجابي الكبير عام 22 هو عام الإمارات بامتياز وأرى في المرحلة المقبلة بين حكمة آل مكتوم وآل نهيان سوف تتربع الإمارات على قمة العمران والسياحة وتذهب إلى المزيد من الأمن والأمان وكل هذا سيتحقق بوعي شعب الإمارات والرجال أمنها وقيادتها الحكيمة مما سيجعل الإمارات تنهض بقوة نحو مستقبل اقتصادي بارز بالنسبة لدول مجلس التعاون والتحالف الخليجي اللي دايما بنسمع أن هم دايما ضد هجمات الحلثيين قالت عنهم أنه هيكونوا حضرين بقوة الساحة العالمية وذلك جراء أزمة عالمية تتعلق بالنفط وبورسة الأسعار وسيخرج الحل للعالم من هذا التحالف وستمنح دولة الإمارات الجنسية الإماراتية لعدة أشخاص بكثرة لعرب وأجانب ومن شخصيات البرزة والمربوكة خدوا بالكم في فرق في ناس تقول ما هم بيدوا الإقامة الزهبية والإقامة لا معرفش مين للناس كلها في فرق بين الإقامة والجنسية الإقامة لها مدة محددة وبتنتهي لكن الجنسية يعني إقامة دائمة وكمان بدون دفع رسوم فده فرق كمان قالت لالة عبداللطيف للأسف الشديد سيغيب الموت شخصية إماراتية فنية كبيرة بسبب عارض صحي حرج وأيضا شايفة وسيلة نقل غير الطيران نراها بتعمل بين دول الخليج خلال السنوات القادمة وتكلمت عن موضوع ده تفصيليا في توقعاتها للمملكة المملكة العربية السعودية لما قالت أنها هيبقى فيه قطار سريع عن طريق تعاون سعود وصيني هيعملوا قطار سريع جدا هيعدي على دول الخليج كلها على بعض وبيربط دول الخليج ببعض وهتكون كمان أسرع من الطيران قد إيه يعني السرع بتاعتها هتكون فائقة المشوار مثلا اللي بياخد ساعة أو ساعتين ممكن بياخد عشر دقيقة أو ربا ساعة بكتير بهذا القطار السريع فيها أعتقد هي بتتكلم عن هذا الموضوع هيكون موجود طبعا في الإمارات وكذا دولة خليجية بداية من السعودية دي كانت أبرز التوقعات لسه في دول عربية متكلمناش عنها لسه متكلمناش عن الكويت لسه متكلمناش عن اليمن وكذا دولة أخرى إن شاء الله بإذن الله هنعمل توقعات تلك الدول في الفترة القادمة شكرا وأشوفكم بخير في فيديو جديد على قناة مساء الأخبار نسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان توصلكم إشعارات الفيديوهات بكل جديد وأيضا تعملوا لايك وشارل الفيديو يعني لو حبيته الفيديو أو حبيته المحتوى عشان يوصل للناس كلها شكرا وأشوفكم بخير بإذن الله في فيديو جديد على قناة مساء الأخبار شكرا